هل الموظف لما بيشوف خطأ من زميله كده بيكون بيفتن على زميله وكده بيكون عصفورة بسم الله الرحمن الرحيم معاكم دكتور احمد رجب فيديو جديد بص يا اخوان لو انت شفت زميلك على خطأ خطأ ده في العمل ده اسمه منكر المنكر الاسلام علمنا ننكره ننكره ازاي بايدنا لو انت بقى المدير او صاحب بالشأن او بلسنة لو هو زميلك فانت بتنها او بقلبك لو انت هيحصل لك ضرر معتبر كبير مش هيزعل منك لا ضرر هتتسجن هتتحبس مشكلة كبيرة فبتنكر بقلبك طيب زميلك اللي بيخطأ في العمل بيخلي زميله ويمضيله بيزوغ قبل انتهاء العمل ما بيقديش العمل اللي هو عليه دورك ناحيته ايه ان تنكر هذا المنكر يا فلان ماينفعش يا فلان حرام يا فلان لا يجوز الهدف ان المنكر يزول لو هو التزم بكلامك واستجاب لكلامك وانصاع لكلامك بالحمد لله خلاص المنكر زال لان هدف هو تغيير المنكر طب فضل زي ما هو هنقول له مرة والتانية والتالتة مفيش فايدة لازم فرض اللي انت تبلغ عنه الجهة المسؤولة ايه تقول للمدير وانت كده مش عصفورة انت كده بتتقل انت كده امر بالمعروف ناهيا عن المنكر او ناهيا عن المنكر انت كده بتنفذ امر الله لانك انت مش بتبلغ حاجة شخصية بينه وبين زوجته مثلا انت بتبلغ حاجة متعلقة بالعمل والراجل صاحب العمل بيتضرر من هذا التقصير وانت بتبلغ من يستطيع ازالة المنكر ما تبلغش صاحبك اللي انت مش هيعمل لك حاجة ما تقولوش ده فلان بيع لا انت كده ممكن تبقى غيبة احنا بنكلم على حد مسؤول حينجح في ازالة المنكر ده ففي الحالة دي انت مش بتفتن انت كده بتأمر بالمعروف بتستعين بحد عشان يغير المنكر وده شيء مطلوب وشيء مهم فاوع يا اخوانا ودي على فكرة من السلبيات اللي بنعاني منها في اغلب مجتمعنا اللي هو بيشوف الخطأ ويسكت عليه بحاجة ان خايف ان يتقال عليه انه بيفتن لا انا مخافش الا من ربنا انت يا ابن بتخطأ لازم ابلغ عنك علشان انت انسان خائل للامانة انسان مش ما عندكش تقوى لله سبحانه وتعالى فانصحتك طبعا بننصح للاول لا بعد كده لازم نبلغ عشان كل واحد تسوله نفسه ان يقصر في العمل اللي بيعود بالنفع للمجتمع يبتدي يلم نفسه ويعرف انه هو بيعمل حاجة خطأ ويصحح مصاره وده يصحح مصاره وده هيعود طبعا على المجتمع ككل بالفائت دعم الفيديو بشير ولايك ومين شرا في القناة شوفكم مرة الجاية والسلام عليكم